أهلا بكم مشاهدين الكرام نحييكم من العاصمة الماليزية كوالا لنبور ويسعدنا أن يكون معنا في هذه النافذة السيد محمد صابو وزير الدفاع الماليزي سيادة الوزير أهلا بك مع الجزيرة مباشرة سيادة الوزير أهداف كبيرة وضعت لهذه القمة رئيس الوزراء الماليزي يتحدث عن النهوض بالحضارة الإسلامية هل ترى في هذه الأهداف بعض المبالغة؟ قمة كوالا لنبور قمة مهمة للغاية إن فكرة وحدة الدول المسلمة لتضافر جهودها لسيما في التعليم والعلوم وغيرها هذه فكرة طبعا رجب طيب أردوغان هو الذي طرع هذه الفكرة رئيسه التركية ولم يتطور هذا البرنامج حتى أتى السيد مهاتير محمد وقابل السيد أردوغان وسيد عمران خان وطرحوا فكرة مفادها التعاون فيما بيننا لسيما لمناهضة ما يسمى برهاب الإسلام وكما تعرفون ثمة قبلية وطائفية تستشري في البلدان المسلمة ونحن متخلفون في كل القطاعات الأسيما في الاقتصاد والتعليم أو حتى في الدفاع ولذلك طن مهاتير تحدث مع نظرائه مع الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء باكستان ووافقوا على أن هذا التوجه توجه جيد وهم جاهزون لذهب إلى قمة كولا لامبور بدعوة من السيد مهاتير محمد وأيضا مدة الجسور مع قطر لأن قطر دولة الأهم في الشرق الأوسط وهي تتطور بوتيرة سريعة ولديها موارد مميزة ولديها أيضا طفرة في التنمية لسيما في مجال العلوم وقطر تلعب دورا أساسيا في اقتصادات الشرق الأوسط وطبعا بالإضافة إلى ذلك أندونيزيا التي تحتوي على أعداد هائلة من المسلمين وإيران أيضا تلعب دورا أساسيا في الشرق الأوسط لا سيما اقتصاديا وأمنيا وبالتالي هذه الدول الخمس سوف تشكل نواة للعالم الإسلامي لكي تضفر جهودنا ولكي نتحدث عن التعليم والتكنولوجيا والاقتصادي وغيرها سيادة الوزير هناك غيابة كبيرة عن هذه القمة هناك تسألات عن العواصم الإسلامية الكبيرة التي غابت عن هذه القمة نستسأل عن القاهرة عن الرياض عن الرباط عن الجزائر غيرها من الدول الإسلامية هل وجهتم لها الدعوة؟ في البداية خمس دول هي بداية جيدة هذه هي النواة وإذا ما نجحنا أعتقد أن الدول الأخرى سوف تلحق بالرقب الأمر غير مرتبط بتحدي منظمة التعاون الإسلامي هل هذه القمة موجهة ضد منظمة التعاون الإسلامي؟ في هذه الأيام منظمة التعاون الإسلامي لا تستطيع أن تضع حلولا للكثير من المشاكل انظروا للنزاع في سوريا والقضية الفلسطينية والنزاع في اليمن لأن هناك الكثير من الدول تحت مظلة المنظمة التعاون الإسلامي نعم ولكن تعين علينا أن نكون مستقلية وأننا نتحدث بحرية ولا نكون دمية لأي قوة عظمى لذلك من الممكن أن نضع حلولا لمشاكلنا بأنفسنا منظمة التعاون الإسلامي فشلت في حل النزاع الأفغاني الذي امتد على أربعين سنة وبطبيعة الحال هذا ينطبق على اليمن لخمس سنوات استمر النزاع وليبيا أيضا هناك نزاع مسلح بين المسلمين والعلمانيين بالحديث عن الشأن الليبي هل سيكون لهذه القمة أي دور فيما يتعلق بما يجري الآن في ليبيا؟ في نهاية المطافة كما قلت هناك أطراف تدعم من قبل دول مختلفة وكما قلت منظمة التعاون الإسلامي فشلت ولا نريد أن نقول أن منظمة التعاون الإسلامي لم تجدي جهودها فتيلة أكلا ولكن يجب علينا أن نقوم بشيء نحن يجب أن نفتح الحوارة بلا شك ويجب عليهم أن يعلموا أن قمة كولا الأنبور هي فكرة جديدة لتوحيد جهود الدول المسلم والدول العربية بالعودة إلى الأهداف المعلنة عن هذه القمة هناك حديث متكرر عن الإسلاموفوبيا كيف ترون قضية الإسلاموفوبيا مسبباتها على سبيل المثال؟ هناك الكثير من الفيديوهات التي نشرت كقطع الرؤوس وغيرها القاعدة وتنظيم الدولة يعيثان في الأرض فسادا والناس عادة يخافون من رؤية مثل هذه الفيديوهات من ذلك هيلاري كلينتون على سبيل المثال قالت أننا مولناهم هذا يعني أن هذه المجموعات مولت من قبل بعض الدول وبالتالي فإن الإسلاموفوبيا ظاهرة حقيقية لأنها استحدثت من قبل عملاء لكي يؤثر على الإسلام سلبيا والمسلمون عالقون في هذا الكفاح وبالتالي فإن رهاب الإسلام والإسلاموفوبيا ظاهرة حقيقية إذن كيف يمكن أن نتعامل معها؟ نعم قيمة كوالبور سوف تنظر في هذا الأمر يجب علينا أن نطلق الحوار ويجب أن نثكي الوعي يجب أن نعتمد على رسائي دعام اقتصاداتنا ولا يجب أن نعلن الحروب وإلا فإن ذلك سوف يفضي إلى الفوضى في جميع دول العربية لذلك الدول المسلمة والعربية يجب أن تستشرف المستقبل وتبتعد عن النزاعات وهذا تحول في القوة باتجاه كوريا واليابان والصين الاقتصاد يتوجه شرقا ولكن المسلمون عالقون كما قلت في صدام عبر الحروب والمنزعات فيما بينهم يجب علينا أن نضع حلولا لهذه الحروب وإلا فإننا سنتخلف أكثر فأكثر رغم أننا أثرياء فيما وردنا ولكننا كما قلت نتناحل فيما بيننا والدول المسلمة تتخلف عن الرقب هل تعتقد أن الحكومات الإسلامية جاهزة لمثل هذا الحوار؟ نعم بعض الدول جاهزة طبعا يقولون أن هذه القمة سوف تتحدى منظمة تعاون الإسلامي ولكن لدينا كما تعرفون تركيا التي يقطنها أكثر من ثمانين مليون نسمة وباكستان أكثر من مائة مليون نسمة وأندونيسيا أكثر من مائتين وعشرين مليون نسمة يقطنها وإيران أكثر من ثمانين مليون وماليزيا بطبيعة الحال حوالي اثنين وثلاثين مليون قطر طبعا يقطنها عدد سكان قليل ولكنها دولة مؤثرة لذلك أعتقد أن هذه الدول الخمسة سوف تلعبتون أساسيا في إحداث فرق يعني الإمارات العبية المتحدة المملكة العبية السعودية هل سيكون يوما جزء من هذه القمة وغيرها من الدول الإسلامية نعم يحدون الأمل إن شاء الله نحن دول مسلمة وإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والسودان وغيرها من الدول يجب أن يجلسوا إلى الطاولة لكي يضع حلولا للأمة المسلمة لكن أنت شخصيا معنا الوزير أغضبت الكثير منهم حينما سحبت القوات الماليزية من اليمن وكذلك عندما أغلقت مركز الملك سلمان لمحاربة التطرف في ماليزيا نعم قبل الاستقلال ملايا وبعد الاستقلال كنا نرسل وجوشنا في كافة درجاء العالم إلى الصومال وجنوب السودان وفي الحرب التي دارت بين العراق والكويت ولدينا كتيبة في لبنان نحن نخدم تحت مظلة الأمم المتحدة إذا لم يكن هلك تفيض أممي فلا نرسل قواتنا وإلا فإننا سنميل إذا هذه الدولة ونصبح أعداء لدول أخرى وبالتالي نحن حياديون جميع الدول المسلمة وجميع الدول دول صديقة بخلاف إسرائيل أما دول الأخرى فهي صديقة لنا لذلك نحن دولة حيادية بالإشارة إلى إسرائيل ما دور هذه القمة في حال القضية الفلسطينية تتمه تير محمد رئيس وزرائنا وفي كل سنة عندما يخاطب أمم المتحدة يأتي على ذكر فلسطين دائما وأبدا لماذا يتعين على الفلسطين أن يفجروا أنفسهم لأنهم ليس لديهم من خيال آخر ليقارع الجيش القوي جيش الدفاع الإسرائي المدعوم من قبل قوات العظمى وذلك حق العودة أيضا ولكن بعض الدول العربية تلوذ بالصمت حتى أن بعضها لديها علاقات مع إسرائيل نحن طبعا بعيدون ونرفع لقيراتنا وننافع عن القضية الفلسطينية ولكن بعض الدول العربية تتجهل ذلك وتعمل مع إسرائيل يحدون الأمل أن تعود هذه الدول العربية إلى رشدها لتنافع عن المظلومين وتعزز من حق الفلسطينيين حق العودة هذا تحديدا ما أسأل عنه يعني العالم الإسلامي خلال عقود لم يستطع حل حالة القضية الفلسطينية العام الماضي على سبيل المثال كده هناك مشكلة ضم القدس وكذلك هضبت الجولان ورأينا كيف تعامل العالم الإسلامي معها هل ستغير هذا بعد هذه القمة؟ نعم القوى العظمى تدعم إسرائيل ويمكنها أن تفعل ذلك لأن الدول العربية تلوذ بالصمت كما قلتم القدس أصبحت عاصمة إسرائيل وهضبت الجولان ضمت من قبل إسرائيل وأمريكا قالت هذا حق سيادي لإسرائيل الدول العربية لم ترفع عقيرتها ولم تقارع هذا التوجه الأمريكي حتى في الأمم المتحدة لا يأتوا على ذكر فلسطين بعض الدول فقط نهاتير محمد دائما وبقوة يتحدث عن هذه القضية قضية فلسطين يعني ماذا يمكن أن تفعل هذه الدول في التنسيق بينها في الأمم المتحدة على سبيل المثال؟ نحن في البداية هذه هي بداية جديدة نحن لا نقول أننا سنصل إلى النجاح مئة بالمئة كلا هذه البداية نحن نحاول أن نتحدثها من القلب إلى القلب لنقول ما هي مشاكل الأمة المسلمة وعلينا أيضا أن نناوئ توجهات القاعدة وتوجهات تظيم الدولة نريد أن نضع إصبعنا على الإسلام الحق وكيف يمكن أن هناك مجتمعات الأهلية أن نتصرف وكما تعرفون الآن في الدول الغربية دول الغربية منهمك بقضايا الاحترار العالمية وتغير المناخ ولكن في الدول المسلمة لا يلقون بالا بتغير المناخ وغيره من هذه التفاصيل لا أدري ما هي القضايا التي يمكن أن تستثيرهم بخلاف تغير المناخ وارتفاع درجات حرارة الكوكب هذا الارتفاع الذي يؤثر على الكوكب بأسره ولكن هناك الكثير من التناحر يجري في الأمة المسلمة هناك مقاطعات هناك حروب وهناك لزاعات فيما بينها وهذا ما حصل مع قطر صحيح؟ فرض حصار على قطر لا أريد أن أأتي على ذكر أي دولة ولكن طبعا هذا منوط بالوصول إلى حلول من قبل الدول نفسها ولكن الدول العربية تجتمع أحيانا وتفرض حصار على دولة ما وتقاطع دولة أخرى وتحارب دولة أخرى لذلك أعتقد أن أميرة قطر وعمران خان ورجل طيب ردغان ومهاتير محمد ينظروا إلى هذه القضية بعين الجد لأنها مشكلة بالفعل قبل هذا اللقاء سألنا الجمهور وكان السؤال الأكثر الحاحن الذي طلب أن يطرح عليكم هو هل يمكن أن تكون هذه القمة نوال لتشكيل دفاع مشترك تفقي الدفاع مشترك بين الدول الخمسة كبداية نحن يجب علينا أن نعمل معا في قطاع الدفاع الدول المسلمة لديها قدرات لإنتاج السلاح هناك دول متقدمة في هذا المقام كتركيا وإيران وقطر لديها الكثير من المال على ما أعتقد وإدونيسيا طبعا لديها عديد وطبعا ماليسيا بلد ينعم بالسلاة وبالتالي كل دولة لديها سمات ومزايا ويجب أن تضفر جهودنا لنجتمع معا ولكي ربما ننتج سلاحا لدفاع أنفسنا لأن دول مسلمة تدفع مليارات الدولارات لتشتري السلاح وطبعا تستولده من الدول الغربية لسيب أمريكا لذلك يجب أن نعمل معا إذا ما أردنا السلاح لدفاع عن أنفسنا يمكننا أن نشاطر المعرفة والبحوث تحدثوا مع وزير خارجية قطر على سبيل المثال وقلت يجب أن نعمل معا في مجال البحوث البحوث نعم البحوث ومجال الدفاع أيضا لنؤسس مركز للبحوث الدفاعية للصناعات الدفاعية نعم يمكننا أن نعمل مع قطر لكي نبدأ هذا البرنامج لكي نمول هذه البرامج معا ومع تركيا أيضا وبلدان أخرى وأعتقد أنه من الأهمية بمكاننا نقوم بذلك من أجل المستقبل نحن لا نريد أن نستورد فقط ونكون المستخدمين لهذا السلاح وعندما نستخدم السلاح نشيره ضد بعضنا البعض والمسلم يقتل أخيها المسلم وهذه جريرة وهذه خطيئة كبرى يجب على المسلمين أن يعودوا إلى رجدهم ويعودوا إلى حضارة الإسلام يجب أن نتوب ونندم ونعود إلى رجدنا لسياغة المستقبل ذكرتم مركز للأبحاث الدفاعية بالتعاون مع الدوحة هل نقشتم هذا الأمر مع المسؤولين في الدوحة؟ طبعا لا يمكننا أن نكشف النقاب عن كل تفاصيل ولكن يمكننا أن نعمل معه لسيما في مجال البحوث الخاصة بالرادارات ربما طائرات المستيرة وهناك أيضا الحيز السبراني أو تكنولوجيا السبرانية الإلكترونية والحرب السبرانية وغيرها من التفاصيل إذا وصلنا إلى مبتغانا يمكننا أن نوزع هذه المنتجات إلى دول المسلم أو دول الأسيان أو العالم بأسره أيضا يجب أن نتحل بالجسارة والشجاعة بالحديث عن القضايا الدفاع وعن التصنيع الدفاعي أنتم قدمتم رؤية لتطوير الجيش الماليزي ما ملخص هذه الرؤية؟ نعم تكنولوجيا الدفاع تغيرت كنا نعتبد على الجيش والأسطول بعد ذلك الجيش والأسطول والقوة الجوية أما الآن الثلاثة معا ومن ثم القوة السبرانية أو الفضائية أو الجديدة الإلكترونية أمريكا تنفق الكثير من المال على تكنولوجيا السبرانية لأن هذا هو المستقبل لأن الحرب ستكون حرب سبرانية ويجب أن نكون جاهزين ليس لنعلن الحرب لكن لندافع عن أنفسنا من أي حرب سبرانية محتملة هل تحصلتم على الاعتمادات اللازمة لتنفيذ هذه الخطة؟ يحدون الأمل أن تساعدنا قطر لنعمل معا طبعا مواردنا في ماليزيا شحيحة يجب أن نعمل معا في مجال البحوث لكي نطور هذه التفاصيل معاي الوزير مؤخرا تحدثتم عن ضرورة تطوير الطائرات المقاتلة في الجيش الماليزي هل قررتم من أين ستحصلنا على الطائرة الجديدة؟ هناك كثير من الاقتراحات من باكستان ومن روسيا ومن تركيا ومن كوريا لم نقرر بعد الأمر قيد الدراسة طبعا الأهم أن نعزز من الصيانة ونحن بطبيعة ننظر في هذا الأمر لأن الأمر يحتاج إلى الكثير من المال إذا ما أردنا أن نشتري سربا من الطائرات معاي الوزير أحد الأهداف المعلنة لهذه القمة هو تطوير العالم الإسلامي أنا أتيت من العالم العربي وعندنا مشكلة شائعة وهي العلاقات بين المدنيين والعسكريين وأنت وزير دفاع مدني كيف تنظر إلى هذا الأمر؟ نعم إن الدفاع عن أهل البلاد يجبون أن يطلع به الجميع في الدول العربية ربما وزير الدفاع يكون عسكريا ولكن في الدول الغربية عادة في دول آسيان ليس لزاما أن يكون وزير الدفاع من الجيش لأننا نضع سياسات لابرغير مرتبط بإعلان الحرب وحتى وزير الدفاع الأمريكي بعضهم من المؤسسة العسكرية وبعضهم مدني أستراليا والمقر المتحدة وزارة الدفاع فيها من المدنيين بلا شك مع الوزير كان سؤالي حول تدخل الجيش في السياسة العلاقات المدنية العسكرية نعم لدينا علاقة جيدة جدا تجمعنا بالمؤسسة المدنية ولدينا طبعا فريق يعمل بروح الفريق الواحد وكأنه جسد واحد ونحن نقرر معا وبالتالي لدينا علاقة مميزة في بعض الحال لا يمكننا نفصل بين المؤسسة العسكرية ومؤسسة المدنية لأننا جسد واحد كما قل أشكرك شكرا جزيلا وزير الدفاع جزيلا لك وشكرا ووصول لكم مشاهدينا الكرام نحييكم من العاصمة الماليزية كوالا لنبور اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة